السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرة لهذا اليوم الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة تناولنا في المحاضرات السابقة مسألة إعداد وتحضير الموازنة العامة من قبل السلطة التنفيذية وتقديمها إلى السلطة التشريعية من أجل الموافقة عليها وإجازتها لتعود بعد ذلك إلى السلطة التنفيذية من أجل تنفيذها واعتمادها محاضرة لهذا اليوم هو الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة السلطة التنفيذية كما نعلم هي من تقوم بمسألة تحصيل الإيرادات ومسألة إنفاق موارد المالية من أجل تحقيق أهداف المجتمع والأهداف المرسومة ضمن الموازنة العامة موضوعنا لهذا اليوم هو الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومن يتولى مسألة الرقابة هل تتولىها السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية سيتم التطرق في موضوعنا لهذا اليوم على أنواع الرقابات وتوجد عدة أنواع للرقابات منها الرقابة من حيث الزمن والرقابة من حيث النور الرقابة من حيث الزمن توجد ثلاثة أنواع لهذه الرقابة من خلال الفترة الزمنية التي ستسم بها متابعة تنفيذ الموازن توجد رقابة سابقة ولاحقة وأثناء فترة التنفيذ الرقابة السابقة على التنفيذ أو ما يطلق عليها بالرقابة الوقائية أي قبل أن تتم عملية الانفاق قبل أن يتم عملية الصرف قبل أن يتم انفاق أي مبلغ أو تخصيص أي مبلغ حدف هذه الرقابة هي التدقيق في صحة عملية الانفاق وهذه الرقابة السابقة هي تتعلق فقط بالرقابة على الانفاق لا يوجد رقابة سابقة لعملية تحصيل الإرادات الرقابة السابقة تسمى بالرقابة الوقائية ليش لأن هي رقابة سابقة فقد تكون هذه الرقابة هي رقابة من الداخل أي من خلال المؤسسة من خلال المؤسسة القسم المالي في هذه المؤسسة أو في هذه الدائرة يقوم بتدقيق عملية تخصيص هذه المبالغ هل تم تخصيصها بشكل صحيح حسب أبواب الصرف حسب آلية الصرف المعتمدة فهذه الرقابة هي تكون رقابة من الداخل أي من داخل المؤسسة أو قد تكون هناك رقابة سابقة هي من خارج المؤسسة كأن يتم إصدار من قبل السلطة التنفيذية إلى البنك المركزي بوضع مبالغ معينة تحت اللي هي مبالغ متفق عليها بمسألة الصرف من خلال إجازتها من قبل البرلمان ضمن الموازنة تحت الصرف المنق للمؤسسات والدوائة ومن ثم يتم تثقيق عملية هذه المبالغ المخصصة أو من خلال أقرار من المؤسسة أنه أنا كل مؤسسة ترسلي أقرار أنه مدى صحة المعلومات وعملية الإنفاق اللي تتقوم بها أو ممكن تكون هذه الرقابة اللي من خارج قد تكون بصورة أخرى من خلال فحص المستندات الخاصة بكل عملية للتأكد من صحتها ومدى سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتلعة أو من خلال تدقيق هذه المستندات وفقا للأنظمة المالية السارية والمعمولة بها فهذه عدة صور لعملية الرقابة على النفقات وهذه الرقابة قلنا هي رقابة سابقة من إيجابيات هذه الرقابة أنه هي ممكن تحمي المؤسسة من عملية الانحراف أو من عملية أنه ممكن تكون أكو أي إشكالية ممكن يصير أو الخلال ممكن يصير من البداية ممكن المؤسسة أنه تكشفه بس من مساوئها أنه ممكن أنه يصير أكو تأخير خاصة بما يتعلق بعملية الانفاق على المشاريع الكبيرة ثانيا أنه هذه الرقابة لازم تتم في فترة زمنية قصيرة جدا ليش؟ لأن على مدى يصير تلك وتأخر عصلا بإنجاز أو إقرار المشروع هذا ما يتعلق بالرقابة السابقة الرقابة اللاحقة هذه الرقابة تكون ليس على النفقات فقط وإنما على النفقات والإيرادات قلنا مو مثل الرقابة الوقائية تكون فقط أنه أنا أدقق المبالغ التي سيتم إنفاقها وين حتنفق شوين حتنفق أدقق المستندات لا هذه الرقابة تكون بعد عملية الإنفاق وبعد تحصيل الإيرادات تكون بعد انتهاء السنة المالية وتحضير الحسابات الختامية كل سنة مالية من تنتهي لازم لسلطة تنفيذية تقوم بإعداد حساب ختامي هذا الحساب الختامي ليتم إعداده من قبل السلطة التنفيذية من خلال وزارة المالية هذا الحساب الختامي يبين أنه أنا مقارنة بالتقديرات اللي أنا قدرتها كنفقات وإيرادات جد كان ما متحقف فعليا من النفقات وما تم إنفاقها وما تم تحصيلها فعلا حنتناولها بعد قليل موضوع الحسابات الختامية فهذه الرقابة هي رقابة لاحقة بعد أن تتم عملية تحصيل الإيرادات وتنفيذ الأنفاق إلها الصورة صور متعددة أما من خلال مراجعة المستندات والكشوفات المالية ليش؟ من خلال أنه أنا هذه المستندات والكشوفات حتحدد لي وين أكون خلال ممكن صار بعملية الإنفاق أو من خلال أو العفوان بعملية تحصيل الإيرادات ثانيا هذه ممكن تكشف لي الرقابة لاحقة مدى كفاءة هذه المؤسسة أو هذه الدائرة أو هذه الوزارة في إدارة أموال الدولة في إدارة ما مخصص إلها من مبالغ وفقا للأهداف اللي ترغب بتحقيقها هذه الطريقة أو الرقابة لاحقة إلها إيجابيات وإلها سلبيات إيجابياتها أنه أني بعد ما انتهت السنة المالية وقاموا بإعداد حساب ختامة ممكن أني من أدقق العمليات المالية والكشوفات اللي صارت ممكن أني أكشف شنوى الانحرافات والأخطاء اللي صارت ثانيا أنه هذه الطريقة هي ما حتسبب أي تعطيل بالنشاط اللي تمارسها الدولة أو السلطة التنفيذية ليش؟ لأن هذه الرقابة هي رقابة ما حتعيقهم ليش؟ لأن هي حتكون لاحقة بعد أن تتم عملية الانفاق وتحصيل الإرادات من هذه الإيجابيات لكن توجد لها سلبيات أنه أنا بعد ما تمت عملية الانفاق أو تحصيل الإرادات وخاصة بالانفاق من أجي أني أكشف أنه كان أكو انحراف أو كان أكو هدر شنوى الفائدة ما هو شي مر ما هو شي انتهى ما هي موازنة انتهت يعني أنا هسا بواحد وعشرين أجي أكشف أنه أنا بموازنة عشرين كان أكو انحراف كان أكو تقصير كان أكو هدر بالمال العام شنو الفائدة إذا ما يتحاسب الموظف أو الوزارة أو الوزير فيعتبرون أنه من سلبياتها أنه هي مجرد أنه حتكون تنبيه أنه الوزارة الفلانية صار عندها انحراف المؤسسة الفلانية صار عندها خطأ بدون ما تكون أكو محاسبة علما أنه أكو عدة دول لا يتم محاسبة المسؤول ومحاسبة الموظف ومطالبة بالأموال اللي تم إهدارها كتعويض للدولة واللي إلزامهم بعملية التحقق وترشيد عملية الانفاق أو تحصيل الإرادات بالشكل الصحيح وفق المسار الموضوع رقابة أثناء التنفيذ هذه الرقابة من يتولاها؟ تتولاها المجالس النيابي أثناء التنفيذ أنا كممثل للشعب كبرلمان ممكن أنا أمارس مسألة تنفيذ مدى تنفيذ هذه الموازنة بالشكل الصحيح حسب ما تم تقديمه إلى البرلمان من خطة من أهداف بما يتعلق بعملية الانفاق أو تحصيل الإرادات هذه أخذناها من حيث الزمن قلنا سابقة ولاحقة أو أثناء التنفيذ الرقابة من حيث النوع هذا النوع الثاني من أنواع الرقابة الرقابة من حيث النوع تكون إما رقابة ذاتية أنه هي المؤسسة نفسها من خلال رئيس المؤسسة المدير العام أو الوزير هو اللي يراقب عمل المدراء العامين والمدراء العامين يراقبون عمل رؤساء الأقسام والرؤساء الأقسام يتابعون عمل رؤساء الشعب وهكذا أي كل مسؤول أعلى يراقب عمل ويدقق بشكل تفصيلي عمل المسؤول الأدنى اللي يعمل عنده أو الموظفين وهذه الرقابة هي على مود تكون تدقيق بشكل أفضل على عمل كل مؤسسة الرقابة المستقلة أو الرقابة القضائية إحنا قلنا النوع الأول هي السلطة التنفيذية من خلال مؤسساتها ودوائرها هي اللي تقوم بي أما الرقابة الثانية اللي هي جهة مستقلة أو من خلال السلطة التشريعية اللي تقوم بعملية أو العفو سلطة القضائية تقوم بعملية مراقبة أو تدقيق عمل السلطة التنفيذية حسب القواعد والقوانين الموضوع وقد يوصل الموضوع إلى محاكمة مسؤولين في حالة حصول تبذير أو هدر أو فساد بالمال العام وطبعاً هذا النوع من الرقابة يكونون مطالبين بإعداد تقارير دورية إلى المسؤولين الأعلى أو إلى رئيس الجمهورية بما يتعلق بأعمال لجانهم بما يخص على رقابة عمل السلطة التنفيذية النوع الثاني من الرقابة اللي هو الرقابة السياسية على تنفيذ الموازنة هذه الرقابة اللي هي تمارسها المجالس النيابية فتسمى بالرقابة السياسية ليش؟ لأن المجالس النيابية أو البنمان هو كسلطة أعلى كسلطة تشريعية تراقب عمل الحكومة وتأكد من مدى صحة المسار اللي تمشي به عملية تنفيذ الموازنة تتخذ عدة أشكال منها رقابة تشريعية خلال فترة التنفيذ هذه الرقابة لها أكثر من طريقة أو أكثر من صورة من خلال الإشراف على عملية التنفيذ من خلال المعلومات اللي أنا كمؤسسة أو كوزارة لازم تكون عندي تقارير دورية أزود بها البرلمان على عمل مشاريعي أو ما أنجز من عدها أو ما أتحقق ممكن أنه أنا تكون هناك صورة أخرى اللي هي أنا أوجه أسئلة أنا كبرلمان أو كأعضاء برلمان ما مقتنع بأداء مؤسسة معينة أو وزارة معينة فممكن أوجه أسئلة للوزير أو ممكن أستجوبة أو ممكن أستدعي ممكن تصير سحب ثقة فممكن أكو عدة صور أنا أتابع بيها مدى تنفيذ الموازنة بشكل صحيح من قبر البرلمان إضافة أنه من سلطة تنفيذية ستحتاج للمشاريعها ومؤسساتها مبالغ مالية سترجع ألمان إلى السلطة التشريعية من أجل توفير هذه المبالغ فهذه تكون أيضا صورة أخرى من صور الرقابة أثناء عمليات التنفيذ الصورة الثانية اللي هي الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة اللي هي بعد ما تم عملية انتهاء السنة المالية أكو عدة طرق من خلالها ممكن تكون الرقابة من خلال قطع الحساب أو من خلال قفل الحساب المالي نهاية السنة المالية حقفل حساباتي حنهي إراداتي ونفقاتي انتهت السنة المالية فإذا كل شيء ينتهي ما تم تحصيله فعلا وما تم انفاقه فعلا هو هيكون هذا الصورة الكاملة اللي المفروض تعرض على البرلمان من أجل مطابقة الأرقام التي تم تقديرها للموازنة مع ما تم انفاقه فعلا أو ما تم تحصيله فعلا مدى تحقق الأهداف المرسومة من خلال الموازنة المؤسسات كفاءة إدارة الأموال هذه تكون كلها رقابة لاحقة الحساب الختامي اللي هو قلنا حساب نهاية السنة المالية حيتم قفل الحسابات الموازنة عفوا هتقفل الموازنة فعندي الأموال اللي تحقق وتولئت الأموال اللي تم صرفها فهذه ممكن أني أدقق عليها لها صور عديدة منها العرض التفصيلي يعني بشكل مفصل للبرلمان عرض له أنه شنو أبواب الإنفاق وشنو المصادر للإرادات اللي تحققت ما تحقق فعلا طبعا حساب ختامي مادام نقول حساب ختامي هو ما تحقق فعلا أو قد يكون عرض إداري أو نوعي أو جغرافي أو وظيفي إذن هاي كلها أنواع مختلفة بس يصب في إطار واحد اللي هو حساب ختامي للموازنة المالية قفل الموازنة المالية ما تحقق فعلا من إرادات وما تم أنفاقة هذا كل ما يتعلق بالرقابة وهو رقابة إما من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية أو سلطة قبائية أو سلطة مستقلة بالعراق عندنا ديوان الرقابة المالية هو اللي يدقق على عمل الحكومة وتكون هيئة مستقلة على موضوع ما تتأثر بسلطة التنفيذية أو بالحكومة باتخاذ قراراتها أو برفع التقارير اللي لازم ترفعها عن أداء الحكومة بحضرتنا لهذا اليوم انتهت شكرا جزيلا أتمنى تكون محاضرة مفيدة